حصرت قوات الاحتلال الصهيوني الاثنين مدارس وكالة غوثي وتشغيل لاجئين الفلسطينيين أونر والتي تؤوين زحينا بمحيط بركة أبو راشد في مخيم جباليا وسائل أعلام فلسطينية أفادت بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط مراكز الإيواء التابعة للوكالة في المكان ذاته وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق اليوم أن الاحتلال رفض طلبا عاجلا تقدمت به لإجلاء العليقين تحت الأنقاض جراء الإبادة التي ترتكب شمال قطاع غزة